حول الموضوع عندما لنا عبر الهاتف من القلمون أو عفوا من بديد الشام من البادية أبو برزان السلطاني نائب وقائد جيش أسد الشرقية المشاركين في معارك القلمون أبو برزان مساء الخير أهلا بك معنا إذن استطعتم اقتحام دمشق استطعتم كسر حصار داعش في القلمون ما تفاصيل العمليات؟ ما المحاور التي تتركز فيها العملية العسكرية الآن بالنظر إلى خريطة المعارك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نحن غرفة عمليات البادية والحماد السوري في منطقة الحماد تسكلت هذه الغرفة منذ ثلاث أشهر تقريبا كان يرأسها قائد جيش أسود الشرقية وما زالت مستمرة بأعمالها وتم التحضير والتخطيط لمعاركة سرجنا الجياد لفك الحصار عن القلمون الشرقي واستطعنا بفضل الله أن نحقق انتصارات كبيرة ونوسع مساحة سيطرتنا ونكشف دفاعات النظام التي كانت داعش تشكل حزام عليها وتمنع الثوار من التقدم باتجاه النظام بأي شكل من الأشكال ففي الست أشهر الأخيرة هاجم داعش بكل قوته القلمون الشرقي فبعد حصار داعش والنظام للقلمون الشرقي كشفت لنا أطماع النظام في السيطرة على القلمون مما دفعنا إلى التكاتف مع كل التشكيلات العاملة في الحماد السوري وتشكيل غرفة عمليات لمنع النظام من الوصول لأهدافه وهذا في استغلال حصار داعش يعني الآن ستطعتم كسر حصار داعش ما المحاور وأيضا المناطق التي ستطعتم السيطرة عليها الآن واستعادتها من داعش إلى الآن لا لم نستطع كسر حصار كليا ولكن المعركة مستمرة وما زالت وحداتنا منتشرة في الحماد السوري استطعنا أن ننتزع من داعش سرية البحوث العلمية في منطقة التيس وجبل السيس وبئر الهيل ومنطقة السبع بيار وحاج الزازة وتقدمنا بجاه أبو الشامات ووصولا إلى مفرق المحسة واستطعنا السيطرة أيضا على جبل العادة وبئر مداد مما أتاح لوحداتنا أن ترتفع معنوياتها لكسر الحصار عن إخواننا في القلمون وذلك كله بالتنسيق مع فصائل القلمون كلها بدون استثناء التي هبت أيضا لطرد داعش من الجبل الشرقي ومن بئر الأفاعي سولا إلى جبل المنطورة وما زالت المعارك مدمرة من الجانبين إلى أن نستطيع كسر الحصار كليا ما زال داعش الآن يتمركز في جبال القريتين منطقة المحسة وفي أواخر سلسلة المنطورة وإن شاء الله في الأيام القادمة نستطيع طرده حتى من منطقة الوعر منطقة بير القصب وجبال دكوة وشرقا إلى أن نصل إلى حدود دير الزور وإن شاء الله نقضي عليه هنا طيب بالمناطق التي استطعتم سيطرة عليها الآن والتقدم الذي استطعتم تحقيقه إلى حد الآن ما طرق الإمداد التي فتحت وكيف ستفيدكم في سير العمليات بنظر إلى الخريطة على الأرض لم تفتح طرق الإمداد إلى الآن ولكن أصبح هناك بصيص أمل لفتح طرق الإمداد فاستطاعت غرفة عمليات البادية لمعركة سرجنا الجياد أن تزعزع دفاعات داعش وصفوفها مما أعطانا لدافع أن نتقدم أكثر وخصوصا بعد معارك دمشق الأخيرة التي إن استطعنا كسر الحصار عن القلمون الشرقي ستكون قواتنا كلها موجهة إلى داعش شرقا إلى دير الزور وإلى النظام حتى نساند أخواننا داخل دمشق طيب طرق إمداد التي ستطلعون للوصول إليها هو طريق إمداد المحسة باتجاه القلمون الشرقي شكرا لك على هذه المداخلة معنا من البادية أبو برزان السلطاني نائب قائد جيج أسل الشرقية المشاركين في معارك القلمون كنت معنا عبر الهاتف من هناك شكرا جزيلا